طاهر مسلا طاهر خلاص طاهر كان بياخد مات شادفة مع اليد الاهل وبيسجل ده لسه بيجيب حدك والدي اعلى واقوى فانت بيتأوي نفسك بشكل خلال لو خلي بالك الالي هي صفقة طاهر كانت موجودة عشان تعويضا لرحيل رمضان صبحي بالصبت هل يعني هل ادى الفراغ ده بالنسبة لرمضان لا طبعا يعني طاهر العيد كويس عشان برضو ما هم زلموه ان هم حطفوا مقارنة مع انا شاف انا شاف النطار ده لكن رمضان صبحي شاف النطار ده كان لاب رس حربه ما كانش لاب على طرف من الاطراف مصدر مدان صبح كانت انه روح الزمالك والكلام على كده اتمنى يفرق اتمنى طبعا يا خبر ابيض ده لعيب كبير ماشي لعيب كبير وعلى دماغنا وكل حاجة طب فين بقى اللعيب اللي هتساعده هاي بس هو هو مش يلعب لوحده و هو مش ينزل يجيبه انت فين مطممة جدا انت بتعمل ايه انت ابتديت اه بين شارقي وابتديت بساسي وابتديت بطريق حامل واللعيبة الكبيرة باقي تجيب لعيبة دولية لعيبة كبيرة وباقي رجعت تاني انزلت شوية باللعيبة اللي هي لسه جاية تعمل نفسها وتجبر في ناتي الزمالك لا ناتي الزمالك مش كده ارجع تاني وهات رمضان صبحي وهات اللعيبة الكبيرة اللي بتصنع على الفارق تقول اهت 4-5 انا عايز ايه انا مش عايز اجيب عشرة انا عايز اجيب وده احنا والناس سنة اللي فاتت بعد الدور يا عصام انا عايز 11 صفقة السنة اللي فاتت ده كابتن 11 صفقة تقريبا احسنهم كمصطفى شلبي وعمر السيس مش عايب ان انت تبقى انا عصام مرأي وانا بضرب فرقة وتاع مش مقف في النادي ده اللي روحت النادي تاني الدنيا مشى وشغلك ويساوي فمش مشكلة عادي لكن انا بدل ايه بدل قطر الصفقات لا انا ممكن خمس ست صفقات اسمات مدوية مدوية لو ادفع ما كان فيه فلوس ما كان فيه فلوس لو عدت ركس تجيب اللعيبة دي لازم تجيب كده المستوى كده لانت بتلعب على بطولات كبيرة وبعدين موسم ده كمان ايه يعني موسم مخيب للأمال انت خليت كمان بتعلم مين اللي خلاه مخيب للأمال لازم اعود مع نفس